السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه يا رب تكونوا بخير من زمان ما نشرتش فيديو جديد النهاردة عملت زبادو فراولة بمناسبة رمضان يلا مع بعض نشوف المئدير اول حاجة عندي فراولة وحطة بنجر رفياع جدا علشان تنزود نسبة الحديد بصوا السمك بتاعها رفياع جدا حتيتين صغيرين وممكن تزودوه برضو طعم مش بيبان خالص وعندي هنا لبن رايب او زبادي شفته ده لبن رايب وينفع زبادي عادي بس ده لبن رايب تمام كده وعندي كوباية سكر حسب الكمية اللي انتوا عايزينها وكمان عندي كوباية مية وكمان عندي فانيلية يلا بينا بقى كده على الخلط وننزل كل المكونات دي مع بعض هنزل الفراولة واللبن والبنجر وكمان الفانيلية وكمان المية كوباية مية ممكن تحطي لبن بس او زبادي بس اقصد مش لبن حليب يعني ممكن برضو تنفع بلبن حليب احنا هنا بنعمل زباديو فراولة هحط هنا لبن رايب ممكن محطش مية خالص وحط كل لبن رايب ممكن هنا اخففه بمية علشان ما يبقاش تقيل قوي ويصد كده يعني عايزينه زي بتاع بره بالزبط زي الجهينة والمراعي والكلام ده هنا برضو حطيت نسبة صغيرة برضو جدا ترفي معلقة كده من الفانيلية وحط البنجر دلوقتي وكمان حطينا كل حاجة هنخلط في الخلاط بصوا بقى خلاطنا في الخلاط ويده القوامل نتبصوا الكوامل حلو ازاي بصوا معايا كده بجد بجد تحفه زي اللي بنشتري من بره واحلى وانضف وانت اللي عاملها في البيت ومضمون ورخيص وكل حاجة اتمنى تجربوه ورمضان كريم عليك يا رب وهسبكوا بقى مع الشكل الامر ده وهتحبوا قوي 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 عايزة منكو دعوة كده ربنا يسر الحال وان شاء الله نبدأ ان نزليكو فيديوهات تانية وممكن برضو عايزة اقولكو حاجة ممكن برضو انتو تحطوا جوافة ممكن انتو تحطوا مانجا اللي انتو عايزينو تحطوه كل سلامتو طيبين ورمضان كريم اشتركوا في القناة